الدعاء لجلب الحبيب أينما كان بإذن الله مضمون 100% إن شاء الله بنية الوصول إلى هذفكم قبل البداية صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات معكم الشيخ محمد أبو الغازي ادعموا هذه القناة فتدالوا على الخير كفاعله بإذن الله أنا سوف أتلى عليكم الدعاء وانسوا سوف ترددون برائي بنية الفرج إن شاء الله ولجمع قلبكم بمن تريدون بحياتكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والحمد لله في كل وقت وحين الحمد لله حمدا على كل النعم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا رحمن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معدرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي وتعلم ما عندي فاغفر لي دنوبي اللهم إني أسألك إيمانا باشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والرضى بما قضيت علي يا الله إنك تعلم أني ضعيف إليك وأعلم أن أبواب غيرك مذلة وحرجا وكل ما ضاقت بجميع جهات وجدت الأسماك وما استدقت بدعوتك ما نلت وراها إلا الفرج يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنك تعلم ما في قلبي فاجمعني بما أحبه وتعلم أن فرحتي وسعادتي بقرب فلان أو فلانة فلا تحرمني إياها واجعله رفيقا صالحا لي وابعد عنا كل من ينوي فينا شر وتفرقة أو بعد يا رب ابعده اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد اللهم أرني أجائب قدرتك في تقريب البعيد اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت بسموات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حين ويا حيا بعد كل حين ويا حيا لا حيا يا محي الموتى يا محي الموتى يا محي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم أعد إلي اللهم أعد إلي فلان أو فلان ابنت فلان اللهم زلزل قلبه بالشياق اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طاها والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير ويا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صلى الله على محمد وعلى آل محمد وفعل بما أنت أهله واجعل لي في قلب فلان رأفة ورحمة اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومزل التوراة والإنجيل والزابور ورب الضل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة والمقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إنك تعلم بحالي وحال قلبي اللهم يا رب أعد إلي فلان أو فلانة يا رب إن قلبي تقطع بغيابه يا مجل عظيم يا عظيم الأمور لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم ألقي الألفة والشفقة يا رحموان يا عزيز يا ذا الجلال والأكرام وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وافعل بما أنت أهله واجعل لي في قلب فلان رأفة ورحمة يا الله يا ذا الجلال والإكرام سبحانك استغفرك واتوب إليك اللهم اجمعني بالحلال مع الشخص الذي أريده بحياتي يا ذا الجلال والإكرام هذا الدعاء إن شاء الله أتلوه ورددوه بنياتين لبصول هدفكم ودعموا القناة ولا تنسوا الاشتراك للتواصل معي عبر الهاتف سوف يكون على الشاشة والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر